موسيقى مساء الخير مرحبا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من ضمائر متصلة في هذا العام الذي يكاد زيته ينفد أضعنا معكم مساحات ثقافية وفنية وإبداعية استمتعنا في بعض محطاتها وتذوقنا الجمال وتألمنا في محطات أخرى لوقائع انتصرت فيها العنصرية والزيف في حلقة اليوم نستعيد بعض المفاصل التي أثرنا حولها نقاشات حادة وجادة في ضمائر متصلة ونبدأ من ملف الجوائس شهد العام 2019 إعلان جوائز أدبية كثيرة كان للرواية الغلة الأوفر منها ولعل منح جائزة نوبل الأداب للروائي النمساوي بيتر هانتكي كان الحدث الأبرز في مسيرة جوائز العام فقد زلزلت الأوساط الأدبية بعد منح نوبل لهانتكي المعروف بمناصرته لجرائم الإبادة في البوسنة في تسعينات القرن الماضي ودفاعه المستميط عن سفاح الصرب سلوبودان ميرسوفيتش حتى إنه رثاه عند موته وقفات شعبية ومظاهرات خرجت في غير مكان احتجاجا على التكريم وتكريس كاتب عنصري ولعل أبرز المواقف كان إعلان الصحفية والطبيبة السويسرية كريستينا دوكتري اعتزامها التخلي عن ميدالية نوبل التي حصلت عليها نظرا لعملها ضمن الفريق الصحفي التابع لقوات حظ السلام الأممية عام 1988 وذلك احتجاجا على منح الجائزة لهاندكي الرئيس التركي أيضا هاجم هاندكي والجهة التي منحته الجائزة ودعت وزارة الدفاع التركية إلى سحب جائزة نوبل من الكاتب النمسوي بسبب إنكاره الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الصربية بحق مسلمي سيربنينتسا البوسني عام 1995 وطالبت الوزارة في بيان الرسمي الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وهي الجهة المانحة لجوائز نوبل إلى التراجع عما سمته خطأها التاريخي وسحب الجائزة من الكاتب النمسوي ونحن في ضمائر متصلة صلتنا الضوء على الموضوع في أكثر من مناسبة وهذه مقتطفات من حوار سابق حول الموضوع من هو بيتر هانتكي؟ في الأساس هو من مؤيدين مجرم الحرب سلوبودان ميلوزوفيتش وهو ممن أيدوا المجازر التي ارتكبت في البوسنة والهرسك بل إن أثناء محكمة ميلوزوفيتش طالب بمجيء هانتكي ليكون شاهداً معه في المحكمة وبعد وفاته حضر هانتكي تأبين ميلوزوفيتش وألقى كلمة أساسية في ذلك الحين هذا الأمر هو الذي ترك انطباع سلبي حين أعلنت الجائزة ودفع مجموعة من المنابر الثقافية إلى أن تقول إن الجائزة قد فقدت الحس الأخلاقي بمنح هانتكي هذه الجائزة الرفيعة ولعل ما تفضلت به قبل قليل من أهمرة فعل كان من قبل وزير خارجية كوسوفو السابق الذي قال إذن ننتظر العام القادم أم نمنح بشار الأسد جائزة السلام بالعكس السؤال العكسي هو الذي يطرح الآن في ظل الصعود هذه الحركات حركات اليمين من المنطق أن تعطى الجائزة لهؤلاء المسألة برمتها كما يقول عالم الاجتماع زيغمونت باومان أنه لاحظ أن المجتمعات المدنية في الآوينة الأخيرة بدأت تتحول من مجتمعات الصلابة إلى مجتمعات السيولة بمعنى أنها بدأت تتخفف من سطوة القاعدة وسطوة المعيار وفي ظل التخفف من سطوة القاعدة وسطوة المعيار تبحث الجماعات عن سند تستند إليه في هذه الحال يصبح السند هو القوة بدلا من الحق بدلا من العدالة تصبح الهيمنة بدلا من الحقيقة في مثل هذه الظروف يبدو طبيعي جدا حصول هاندكي على هذه الجائزة ووصول هذا اليمين المتطرف أيضا كان لافتا في متابعاتنا للجوائز الأدبية لهذا العام عدم فوز أي روائي سوري في جائزة بوكر العربية للرواية وذلك بعد 12 عاما على انطلاقاتها نقشنا هذا الموضوع في حلقة سابقة وأسبابه وما وراءه مع الروائية والناقدة الدكتورة أسماء معيكل أعتقد أنهم الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة هم الفائزون في هذه الدورة وليست هدى بركات لأن بحسب خطابها الذي ألقته في حفل التتويج تقول أنها كانت زعلانة والتمسوا إليها الترشيح ورشيحات ثم أعطوها جائزة إذن هل الجائزة هي جائزة طردية؟ إذا كانت جائزة جائزة طردية فهي ليست جائزة من خلال مقارنة بين تلك الأعمال والأعمال الفائزة أستطيع القول أن رواية خالد خليفة مثلا لا سكاكين في مطابق هذه المدينة استطاع من خلالها أن يرصد تحولات المجتمع السوري والانتكاسات التي طرأت عليه في ظل حكم البعث بشكل لا يقل إطلاقا عما جاء في رواية الطلياني والقوس والفراشة مثلا التي رصدت تحولات المجتمع المغربي تغير هوية المكان بسبب الحروب رأيناه في رواية محمود الجاسم نزوح مريم بشكل يفوق رواية طوق الحمام لرجاء عالم شهلة العجيلي التي رشحت أيضا مرتين في سماء قريبة من بيتنا وصيف مع العدو لهذه الجائزة استطاعت أن ترصد من خلال الروايتين تحولات مجتمعية خلال قرنين وتداعيات الحروب على البشر والحجر إضافة إلى تمازج الهويات وحتمية هذا التمازج وخرجت برؤى لم تتطرق إليها أي من الأعمال الفائزة أستطيع أن أختم بالقول أن ظلم السوريين وصل إلى جائزة البوكر نحن نعرف أنه سابقا كان هناك تغييب للكتابة النسوية وإن كان هناك كاتبات نساء لكن كان هناك تغييب للكتابة النسوية ولم تصعد بهذا الشكل بهذا الزخم الموجود اليوم على الساحة لكن هذا لا يلغي أن هناك طبعا نوع من الثقافة السائدة التي تحكم المجتمعات الشرقية والعربية على وجه الخصوص والذي هي الثقافة الذكورية ما يزال الاعتراف بكتابة المرأة لم يأخذ المدى الأقصى يعني هناك اعتراف لكن لم يصل إلى الدرجة التي ينظر فيها إلى إبداع المرأة أو إنتاج المرأة كما ينظر إلى إبداع الرجل أيضا شهد العام 2019 رحيل كتاب ومترجمين ومبدعين أفردنا صفحات للحديث عنهم وعن منجزهم الإبداعي وتوقفنا مطولا في محطة الأديب الأردني أمجد ناصر الذي رحل عنا تاركا إرثا ثقيلا من الحزن وعالما زاخرا بالجمال والمواقف والمد الإنساني الذي لا ينحسر نستعد ذكراه بشيء مما قلناه عن أدبه وأسراره في حلقة سابقة أمجد ناصر هو من حقبة أواخر السبعينات وقد استفاد من أفضل ما في تجربة الشعر العربي الحديث بالطلاعه عليها وتفاعله معها وبالاستناد أساسا إلى موهباته المغايرة في البداية كانت بداية عادية لنقول كانت بداية عادية محاولات تجارب أولى تحسس أولي ولكن كانت أيضا تتضمن هذه الالتفاة إلى إقاع الحياة اليومية إلى ممكنات السرد والنثر في الشعر وكان متأثرا في ذلك إلى حد ما ببعض الشعراء الأوروبيين لنقول يانيسر تسوس لنقول شعر عربي مثل سعدي يوسف كانت هذه بداياته أو منطلقاته وكانت لا في تبدون أن تكون باهرة لكنها كانت مهمة ثم بعد ذلك أخذ ينتقل إلى من شعر التفعيلة مع احتفاظه بالإقاع إلى قصيدة النثر ولا شك أنه قد أضاف لقصيدة النثر بل إنه أسهم مع آخرين مثل سرغون بولوس عباس بيضون وشعراء لبنانيين وعراقيين كثر أسهم في منح الشرعية تزكية هذا النمط التعبيري هذا اللون التعبيري تزكيةه لدى النقد وحتى أيضا تقريبه لدى القارئ نتاج أمجد ناصر بالمجمل تعدديته يعني هو كتب اللص الشعر الكتب القصير المختلفة كتب أكثر من كتاب في السيرة كتب أكثر من كتاب في أدب الرحلة وكان متميزا في اللغة هي لغة بسيطة لكنها عميقة جدا وخاصة فيه وخاصة فيه الآن في نصوصه الأخيرة وخاصة في مملكة آدم هذا نص إشكالي بكل معنى الكلمة تماما مثل حياة كسر المتقطع هو نص إشكالي يعني هو وسم بأنه شعر لكنه يعني يعني اشتغل على تخوم الشعر وعلى تخوم السرد وعلى تخوم التفكر أو الفكرة أو المناجاة أو البوح قلق كبير يعتري أهل اللغة وعشاقها إذ اختلط العربي بالإنجليزي والفرنسي وتولدت لهجات هجينة أعادت إلى الذاكرة الدعوات التي ظهرت في القرن العشرين لكتابة العربية بحرف لاتيني على يد مستشرقين مثل الفرنسي ماسينيون وأيضا عرب مثل اللبناني سعيد عقل وغيرهم كما أن الإعلام الذي هو المادة الأكثر استهلاكا من قبل الناس ساهم في تشويه اللغة وتسريب كلمات ومصطلحات غير عربية إليها وفق ما يرى البعض كل هذا جعل الهوية التي لا تنفصل عن التكوين اللغوي في خطر حقيقي في ضمائر متصلة أفردنا أكثر من حلقة لمشكلات اللغة العربية وواقعها نستذكر معا يجب أن نعرف شيئين الأول أن مشكلة اللغة العربية لا تكمن في خصائصها الذاتية وإنما تكمن في حامليها واللغة العربية بأساليب الاشتقاق والتعريب والنحت التي فيها هي قادرة أن تصون ذاتها المسألة الثانية هي أنه لا خوف على هذه اللغة وإنما الخوف على أهلها حتى العجم والأعاجم الذين لعبوا دورا سلبيا في ظهور ونشوء ظاهرة اللحن سابقا باتوا اليوم يلعبون دورا إيجابيا لأنك تراهم يقبلون على تعلم هذه اللغة من منطلقات عديدة مختلفة ما الذي حدث عند العرب الذي حدث أنهم استعمروا وأراد المستعمر أن يفرض لغته وأنهم جاهلوا كثيرا من العلوم التطبيقية والإنسانية وانحدر نظام التعليم عندهم إلى درجة أن العربية باتت عندهم المادة المرسبة وباتت أعرب ما تحته خط إعرابة مفردات وما بين قوسين إعرابة جمل فبدأت العربية تظهر على أنها صعبة ومعقدة لذلك ظهرت دعوات عديدة منها إحلال اللهجات العامية بدعوة الابتعاد عن التقعر وأن هذه اللغة لها زمنها والدعوة الثانية كانت لكتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني بوصف هذه اللغة تحمل حروفا صعبة ومعقدة كان هناك دعوات لاستيراد الألفاظ الأجنبية بحكم أصلا أننا في ذلك الوقت وهذا الوقت مع الأسف مستهلكون ولذلك تجد أن الحق للغوي للمستعملين قد ضعف وهش هذا كله حدث قبل وصول وسائل التواصل الاجتماعي لما وصلت وسائل التواصل الاجتماعي كانت حالة الانهزامية والانبهار بالغرب قد بلغت أوجها أضف إلى ذلك أن هذه اللغة تحولت من عالم المنطوق المطلق إلى عالم المكتوب المقيد الأنظمة الأكثر قمعا في هذا العالم العربي لا تستطيع أن تضبط وسائل الإعلام فلماذا يستطيع مجمع اللغة أن يضبط لا سبيل إلى الضبط اللغة مثل ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مأمورة دعوها ستهبط في المكان الذي تريد فاللغة العربية تتطور العمية تأخذ منها تغلبها تغلب العمية يظل العربية الفصحى مجال مهم لأن عالمنا العربي كبير ونحتاج إلى أن نكلم الشامية والمغربية وما بينهما فهي ستبقى ونساعدها في البقاء في أن نحقناها دائما بالجديد وأن تكون حيوية وأن لا نسمع للمتشددين هل هذه اللغة شكلت هوية للناطقين بها أقول نعم وأؤكد لسبب بسيط يكمن في القوة الذاتية التي تمتلكها هذه اللغة لولا هذه اللغة بما تمتلكه ذاتيا وأؤكد هنا على كل كلمة لولا هذه اللغة بما تمتلكه ذاتيا بعيدا عن كل المتكآت التي تتكي عليها اللغات عادة لكان أهلها نسيا منسيا كل اللغات تستند على المجتمعات الحاضنة لها فإذا ما ضعفت هذه المجتمعات ضعفت اللغة معها إلى حتى كانت تضمحل أو تفنى باستثناء هذه اللغة العوامل المحيطة بها الانحطاط المجتمعي سياسيا اقتصاديا علميا معلوماتيا تقنيا كل ذلك ينبئ أن لغة مصاحبة لهذا الواقع يجب أن تكون من الماضي جثة هامدة لا حياة فيها ومع ذلك نجد أن هذه اللغة ما تزال إلى اليوم واحدة من أهم اللغات وأعظمها ولعل من أكثر القضايا الحاحن في المرحلة الراهنة علاقة الآداب والفنون وأصحابها بالشارع والتغيرات التي ينزع إليها ويقودها في حراك شعبي متصاعد لم يأبه بموت ولم يخش ما يهدد به من مصائر مظلمة هل سبق الشارع النخبة المثقفة؟ وثم هل واكبت النخبة الشارع أم ازدادت عنه بعدا؟ وهل كان للأداب والفنون دور فاعل في الحراك الشعبي العربي؟ قضايا ناقشناها غير مرة في ضمائر متصلة الانحياز لقضايا الشعوب الانحياز لقضايا الحق هو ليس مسألة سهلة على الأدباء الذين ارتبط الكثير منهم للأسف بمنظومات الأنظمة والسلطات المختلفة في البلدان العربية بالتحديد في البلدان التي تتسم أنظمتها بسمة القمع العالي أو القمع العاري بمعنى القتل التغييب هناك بالتأكيد انكفاء كبير للأدباء العرب عن الحضور في المشهد الحقوقي مشهد الحريات مشهد التعبير عن الحريات عن حقوق الشعوب لذلك وجدنا سقوطا كبيرا ومدويا لمجموعة كبيرة من الأسماء المثقفين الأدباء الفنانين العرب مع انطلاق ثورات الربيع العربي ولكن هذا السقوط بدأ واضحا بشكل كبير ومدويا بشكل أوسع على الساحة السورية مع انطلاق الثورة السورية في الخامس عشر من آذار في العام 2011 أسماء كبيرة بدأت أنها مهزومة أمام الأنظمة سلفا رغم أنها ادعت طويلا أنها منادية بالحريات منادية بحقوق الشعوب بالتعبير عن قضاياها وعن آلامها وعن أوجاعها مع موجة الربيع العربي بدأ أن بعض الأسماء تجرأت قليلا وبدأت تطرح نفسها كأنها أصوات ثورية ولكن لم يطل الأمر كثيرا سرعان ما عادت إلى مواقعها السابقة كأصوات أنظمة بكل ما تعني الكلمة من معنى مع امتداد موجة الثورات المضادة ولا سيما في مصر وفي اليمن وفي سوريا حيث بدأ أن الثورة تفقد الكثير من مكاسبها التي حققتها في العامين الأوليين ولكن في الحقيقة ولأن الشيء بالشيء يذكر هذا الانحياز لثورات الشعوب لقضايا الشعوب لم يكن في أي وقت من الأوقات مدهشا أو مصادما لدرجة أن ننخدع ببعض الانحيازات الأولية التي بدأت على الأسماء التي سبق وقلت أنها أصلا كانت من معسكر تأييد الأنظمة والسلطات في هذه البلدان أدونيس من أهم وأكثر الشعراء الذين دعوا إلى الحداثة وتحديث الحركة الشعرية في العصر الحديث وهو أحد رموزها لكنه في مشروعه الحداثوي هذا ينطوي على تناقض ظاهر العيان مثلا هو يقول بأن علينا أن نتجاوز النسق الشعري القديم ولكنه في الوقت ذاته يستدعي الثيمات القديمة ولا سيمة عند المتنبي مثلا الذي كان كتابه الكتاب معروضا من وجهة نظر المتنبي إذن هو إعادة استدعاء لما يرفضه ظاهريا لكنه يعيد إنتاجه بشكل فني الأمر الثاني من أهم الأفكار التي جاءت في كتابه الثابت والمتحول أن المجتمع المتدين لا يستطيع أن يقوم بتغيير لأنه مرتبط بسياق ديني ومقيد بهذا السياق لكنه في الوقت ذاته ولا سيمة في كتابه الثابت والمتحول أشاد كثيرا وكان من أشد المعجبين بثورة الإسلامية الإيرانية ونظر إليها على أنها تغيير جذري وثوري وإلى ما هناك إذن كيف أنا أرفض التغيير عندما يمس ثقافة ما وأنا مع هذا التغيير عندما يكون في موقع آخر وهذا يذكرني بموقف الأديب والمفكر الفرنسي أليكسيز توكفيل الذي كان مؤمنا ومخلصا للأفكار الليبرالية والديمقراطية لكنه انتقد تصرفات الأمريكيين مع الهنود الحمر ونظر إليها على أنها تخرج عن إطار الإنسانية وعن إطار البشر المقبول وفي الوقت ذاته كان منسجما ومتوافقا ومتوائما مع ما فعله الجنود الفرنسيون في الجزائر ولأن الأدابة والفنون ليست جماليات بحتة كما يخيل إلى بعضنا فإنها كانت غالبا حمالة قضايا وأدوات تغيير ناعمة نقشنا في العام الذي نودعه دور الأدب في مناهضة العنصرية وتجريم ما يطلق عليه القتل باسم الشرف وكذلك أدب السجون كان حاضرا في بعده الإنساني أنا أعتقد أن المسؤولية تقع على من ابتكر هذا المصطلح جرائم الشرف أو من ابتكر هذه الكلمات ليجمل القبيح مثل الربط بين الأرض والعرض دوما مسألة جرائم الشرف يستخدمها الكتاب والروائيون سواء العرب أو حتى الغربيون لأنها قصة درامية تحقق جميع العناصر الدرامية من سسبنس من مجهول ومعلوم من علاقة ثلاثية الأضلاع من حتى الجريمة وبكل ما تحمله الجريمة من دراما في طياتها لذلك يحب الكتاب العرب والغربيون باستخدام هذا الموضوع يتصاعد الخطاب العنصري ضد الأغيار في أوروبا وأمريكا والغرب على وجه الخصوص الغريب أن الأدب تورط في هذا الخطاب كما في كتاب الانتحار للفرنسي إيريك زيمور ورواية الاستسلام سوميسيون لميشيل ويلبك كيف ترى ظاهرة العنصرية في الأدب الغربي حاليا؟ والله هي ظاهرة قديمة يمكن القول أنها بدأت منذ بدء الاستعمار وبعد الكشوف الجغرافية عندما بدأ الرحال الغربيون يسافرون إلى الشرق ويكتبون عن الشرق بعيون غربية بعيون المتفوق بعيون المستعمر منهم فلو بير ونيرفال وغيرهم وأيضا في مطلع القرن العشرين عندما صعدت تيارات النازية والفاشية في أوروبا كان لهذه التيارات أيضا أدباؤها وشعراؤها وأدبياتها اليوم ما نسميه العنصرية الجديدة أيضا في تصاعد وهذا التصاعد ارتبط بصعود اليمين المتطرف في الانتخابات ووصوله إلى البرلمانات الأوروبية أي هناك دعم سياسي هناك دعم إعلامي سمح لهذه الخطابات بالصعود وأن تصبح لها زخم ولها جمهور الكاتبان الذين ذكرتهم إيريك زيمور وغولبيك هما في الحقيقة لم يتورطا بل هما يحملان أجندة عنصرية منذ زمن بعيد وما أصدره من كتب يتوافق مع هذه الإديولوجيا والرؤية الشعر فن الشعر على وجه الخصوص أفلح أيما إفلاح في تجسيد لحظات الوجع الإنساني ولم يفلح في تجسيد لحظة الحبور لحظة الفرح فلو تأملنا القصائد العظيمة منذ مرئي القيس مرورا بالمتنبي ومرورا بالعصر الحديث من السياب إلى درويش إلى أبي ريشة إلى عبد الرزاق عبد الواحد نجد أن أعظم هذه القصائد هي القصائد التي تعبر عن الإحساس بالقهر هي قصائد قطعة من الوجع وباعتبار أدب السجون في الحقيقة هو أيضا أدب الوجع الإنساني الأدب الذي يجسد الألم الذي تعانيه الذات المقموعة في دواخلنا في أدب السجون ندرك ونرى ونحس ما هو غير مرئي في حياتنا العادية فمن هذا الجانب يبدو أن ميلنا الفطري يبدو أكثر تعاطفا مع أدب السجون دعني يشير إلى مسألة أخرى وهي أن تعاطفنا مع أدب السجون ربما يتقوم جزء كبير منه على تعاطفنا وميولنا إلى القضايا والمضامين التي تجسدت في هذا الأدب يعني الإنسان السوي بفطرته الطبيعية الإنسانية دائما يميل مع المظلومين يستبع إلى الحس الإنساني إلى النبض الإنساني داخل الإنسان المظلوم فمن الطبيعي أن يشدنا هذا الأدب وتبقى الضمائر متصلة مهما نأت الأبدان وتباعدت الضفاف ولأننا محكمون بالأمل ليس لنا إلا أن نحاول الحياة ونقول أجمل التاريخ كان غدا موعدنا يتجدد الأسبوع القادم أيها الأحبة مع موسم جديد من ضمائر متصلة أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر